اشتركوا في القناة في شرح صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أتحدث في هذا الصباح المبارك عن جزئية ورجل قلبه معلق بالمساجد سبحان الله ما كنا نعرف هذه أو حقيقة هذه الكلمة إلا في هذه الأيام رجل قلبه معلق بالمساجد سبحان الله طبعا هذا القرار قرار الإيقاف المؤقت للمساجد هو من أجل الحفاظ على السلامة العامة والصحة العامة للمسلمين لكن هذا الرجل المؤمن الذي مضى عليه أكثر من عشرين وثلاثين وفي منهم أربعين سنة ما فاتتهم صلاة الفجر وما فاتتهم الصلوات الخمس في المساجد وكانوا ما يتركون مجالس العلم أنا في آخر يوم يوم السبت لما صدر القرار وقلنا له أن اليوم آخر يوم يعني تعلق الصلاة في أناس غسلوا وجوههم بدموعهم قلب معلق بالمساجد شلون معلق؟ شلون لما تكون للتريم معلقة بالمسجد هذه لا تنفك لا تنفك هكذا كانت قلوب البعض أنا أريد أن أسأل سؤال للأخو الكرام ما هو تأثرك بهذه الحالة لما غلقت الأبواب؟ هل يتشوف قلبك للمسجد؟ هل بكيت؟ هل بكى قلبك؟ والتعلق الحقيقي ما هو تعلق جسدي فقط ولكنه تعلق روحي قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه يريد أن يعود إليه ليش يا أخواني الكرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة المنورة في الهجرة المباركة أول ما عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد المسجد هو الجامعة هو بمثابة جامعة هو المكان الذي يتعلم فيه الإنسان قيمه ومبادئه وأخلاقه وانتماءه لهذا الدين المسجد مكان العلم ليس مكان الصلاة المسجد هو مكان الروح يأتي الإنسان خاصة في شهر رمضان ونسأل الله عز وجل أن لا تطول هذه الفترة وأن لا تطول هذه الأزمة لأن الإنسان عندما يأتي إلى المسجد المسجد هو المكان يعني خير البقاع هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير البقاع المساجد فالذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء الذين لهم الدرجة العالية والمكانة الرفيعة سبع أصناف رجل قلب متعلق في المساجد أنا أريد أن أسأل لمن يسمعني الآن خاصة أخوان الرجال الرجال يعرفون طريق المسجد أكثر من النساء والنساء تأتي أيام إلى مجالس العلم هل قلبك معلق بالمسجد؟ هل حزنت؟ ولا المسجد في ناس هكذا مثال لا يشترطوا صحته يقول يا جامع المسلمين أنتم سكروا نحن المسترحين نسأل الله أن لا نكون منهم يجب أن يكون القلب يبكي في هذه الأيام رجل قلبه معلق في المساجد وهذا التعلق لا يأتي من فراغ لو لم يكن هناك ثمرة من المجيء إلى بيت الله عز وجل هذا الذي يأتي يشعر بالطمأنينة وبالسعادة الروحية يشعر بأنه عندما يأتي إلى المجلس العلم يزداد علماً ومعرفةً في دينه وأخلاقه هذا لا يأتي من فراغ أيها الإخوة الكرام الآن هذه الأزمة أنا أرى هذا الحديث هو بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في هذه الأيام إذا كان قلبك معلق بالمساجد وأنت الآن تتحسر وتبكي وتتأوه فأنت من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله هذه بشارة أقول لك بشارة كل إنسان الآن جالس في بيته وقلبه معلق في المسجد في تلك الزاوية التي كان يصل فيها في تلك الناحية يتشوف يتمنى أن يزول البأس اليوم قبل بكرة حتى يعود إلى المسجد أنت أبشرك وهذا ليس كلامي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله من بينها رجل رجل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أي رجل وإذا كان إمرأ قلبها معلق ببيت الله فإنما تدخل في هذا الصنف إذا كان تأتي إلى مجلس العلم تأتي للتعلم القرآن الكريم أنت من هؤلاء من السمع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا جبريل قال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى يعني الملائك الآن مجتمعين ويتداولون أمر معين قلت نعم نبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على بعض الأشياء قلت نعم في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات شلون أنت بتروح الله عز وجل بيكتب لك بكل خطوة رفع درجة وتكفير سيئة عادينا عم يعصبوا إيش لما كنت تذهب وكنت تأتي طيب الآن لا أذهب ولا آتي ماذا أفعل أنا سوف أنصحك أخي المؤمن أيتها الأخت المؤمنة الآن نطبق قول الله تعالى وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا أينما كنت أنت في مسجد في بيتك في غرفة الضيوف في الصالون في الزاوية هذا مسجد الآن أيقظ أولادك وصلي أنت وإياهم فأنت في جماعة صلي جماعة الآن الآن حافظ على الصلاة في وقتها كما كنت تحافظ عليها عندما كنت تصلي في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مريض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً هلأ الآن حيل بينك وبين المسجد كما أنه المسافر المسافر أيام بيروح ما فيه إدام منه جامع ما فيه إدام منه إيش يعني مصلى الله عز وجل إذا كنت أنت تصلي كل مرة في المسجد يكتب لك أجر الصلاة في المسجد جماعة إذا كنت إذا كنت تفعلها لذلك أخواننا الكرام هذه البشارة التي قلتها لكم ونقلتها لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدة هاي بشارة تانية أنه أنت صحيح في بيتك ولكن أنت في المسجد أنت تصلي في المسجد صلي جماعة لا تفوتك صلاة الجماعة والآن نحن في هذه الأيام فرصة فرصة أن نعود إلى أولادنا إلى بيوتنا أن نذكرهم بصلاة الجماعة كم من أولاد نتيجة زحمة العمل يعني فاتتهم صلاة الجماعة أو فاتتهم الصلاة الآن نذكرهم بصلاة الجماعة نذكرهم بأن يؤدوا الصلاة في أوقاتها نذكرهم بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كل الصلوات الآن 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 أغلب الدول عنا 21 يوم ما منعرف ربما تطول إن شاء الله ما تطول شهر الآن هذا الذي يظل شهرا يذكر أولاده إن شاء الله بيرجعوا إلى جادة الصواب أصلاً هي الفرج الفرج يأتي من عند الله لا باختراع دواء للكورونا ولا بمؤسسة من المؤسسات الفرج يأتي من الله عز وجل والله يا أخوانا الكرام حال يدمي القلب والمشكلة إنه الحال من بعضه يعني مو بس إنه هون في الشام أو في سوريا أو في لبنان أو في الأردن أو في مصر أو في الخليج الأرض من أقصاها إلى أقصاها تعليم معطل الصلاة معطلة الاقتصاد معطل الطيران معطل الحدود معطلة صارت الدول كلها مثل بعضها لعد ينفع جواز إنه يوصلك لبلد معين كل الناس الآن سواسية هاي بالدنيا شلون باليوم القيامة ما عد في حدا يقولونه والله جواز أوروبي ما عد فيه جواز أوروبي ولا عد فيه جواز عربي ولا عد فيه جواز ما عد ينفعك غير إيش يعني أمسك عليك لسانك واليسعك بيتك لذلك نعود إلى الصلاة ونعود إلى المسجد 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 المؤمن سبحان الله المؤمن في الانتماء للمسجد هلأ في ناس قلت لكم بكوا ليش؟ لأنه هو في المسجد مثل السمك في الماء لما خرج لكن أنا أبشرك ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم هل لبينت في هذه الساعة تبين أن قلبك معلق بالمسجد الآن الدعاء أن يعيدنا الله إلى مساجدنا حتى نعرف قيمة المسجد حتى نعرف كم فرطنا في انتمائنا للمسجد لازم المسجد ما يكون فقط للصلاة والعبادة هذا هذا الشيء الأساسي نرجع وصير نحضر مجالس العلم مجالس التربية مجالس الأخلاق مجالس الروح حتى يعرف كثير من الناس أنه فرطوا استبدلوا وكأننا في هذه الأيام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير استبدلنا المسجد بإيش بالأعدي بالأهاوي والأعدي في الطرقات والأعدي في البيوت حرمنا المسجد بس أتمنى أتمنى أن نعرف هذه اللذة لذة فراق إيش المسجد هذه الحسرة هذه الشعور الداخلي أما إذا كنت لا تشعر والله هذه مصيبة إذا كان لا ينتابك حزن في قلبك أنك فارقت المسجد فهذه مصيبة إذا كنت لا تدري أن المسجد أغلق وأن شيئا قد انتابك من الداخل فهذه مصيبة لذلك رجل قلبه معلق بالمساجد مو بمسجد واحد بكل المساجد بصلي يوم الجمعة بمكان بصلي صلوات الجمعة في الجماعة في مكان لما بيكون في شغله المسجد القريب من شغله عم يذكر الجامع ويذكر الأخوة الكرام ويذكر هذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم عذي بشارة أطلقها لكم أنكم من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم فرجا قريبا لهذه الأمة اللهم عودا سليما إلى مساجدنا إلى بيوتك المسجد هو بيت الله أنت قعد ببيت الكريم والكريم إذا بتععد ببيته أقل ضياف لمن يكون نزيلا في المسجد هو عطاء السكينة عطاء الطمأنينة والله يا أخوانا الكرام إن شاء الله أبشركم بأننا سوف نكون في المساجد عما قريب لكن بده دعاء بده تضرع وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا غدقا سألوا الله عز وجل الفرجا القريب لهذه الأمة اللهم فرجا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحاب أجمعين يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم هذا دعاؤنا لا يخفى عليك وهذا تقصيرنا بين يديك فعاملنا بالإحسان عاملنا بالرحمة عاملنا بالإحسان عاملنا بالرحمة عاملنا بالعطاء عاملنا بالفضل إذ الفضل منك وإليك اللهم شفنا بشفاك وداوينا بدواك وأعطنا من عطاك اللهم اصرف عنا سيء الأسقام نعوذ بالله من كل ذي شر هو آخذ بناصيته اللهم عم المسلمين بألطافك الخفية ونجهم من كل بلاء وبلية اللهم اصرف عنا هذه المحنة عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ودود يا سر الوجود يا معبود يا مقصود يا موجود نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العظمى أن تفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تردنا إلى بيوتك إلى مساجدنا إلى حلقات القرآن إلى حلقات الذكر إلى مجالس العلم إلى صلوات الجماعة إلى سماع القرآن الكريم من أفواه المقرئين الأئمة إلى خطب الجمعة يا رب كنا في نعمة ما نعرف قدرها يا رب ما قدرناها حق قدرها لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب عودا حميدا ردا جميلا ردنا إلى دينك ردا جميلا ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر